مجاز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية أهلا بكم ارتكب الطيران الروسي مجزرة في بلدة حزة بريف دمشق اقراح ضحيتها عشرة مدنيين إضافة إلى عشرات الجرحة جراء استهدافه بصواريخ عنقودية الأحياء السكنية في البلدة كما استشهد خمسة أشخاص وسقط عدد من الجرحة في مدينة دومة إثر قصف صاروخي وجوي على المدينة سيطر الثوار على أجزاء من كتيبة النيران في محيط الشيخ مسكين بريف درعة ودارت اشتباكات أخرى في الشيخ مسكين استعاد الثوار خلالها مناطق كانت تحت سيطرة النظام وفي غضون ذلك تعرضت المدينة لقصف جوي الروسي كما طالت غارات للطيران الروسي مدينة نوى ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين كما استشهد أربعة آخرون في بلدة تسيل جراء انفجار لغم أرضي استشهد مدنيون وجرح آخرون بغارات للطيران الحربي على مدينتين مسكنة والباب وقرية بزاعة بريف حلب الشرقي إلى ذلك دارت اشتباكات بين الثوار وتنظيم الدولة على محاول مدينة مارع في ريف حلب الشمالي كما دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط قرية الدوير الزيتون اختال مسلحون مجهولون أمس قائد حركة أحرار الشام في ريف حمصة الشمالي الشيخ أبو راتب الحمصي حيث قاموا بإطلاق النار على سيارة كانت تقله في قرية الفرحانية الغربية بالقرب من مدينة تلبيسة ما أدى إلى استشهاده قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ قرى جبل شحشبو في ريف حمال غربي وطال قصف مماثل قرى السرمانية والقاهرة وعقرب من جهة أخرى اقتحمت قوات النظام قرية تقسيس في طيف الجنوبي بعد توغلها في المنطقة وسيطرتها على عدة مناطق ضمن حملة تهدف إلى حصار ريف حمصة الشمالي بحسب ناشطين شن الطيران الروسي غارات جوية على الأحياء المحررة في مدينة دير الزور كما طالت غارات مماثلة حويجة صقر وبلدة حطلة ودوار المعامل عند المدخل الشمالي للمدينة نهاية الموجز دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة